في يوم الثلاثين من شهر يناير من عام 1991 قام الجيش العراقي كعادته بحملة تفتيشية على المنازل وعندما توجه الجنود الأوغاد إلى غرفة الشهيد عدنان أحمد عبدالله علي شير اقتحموها وفتشوا الغرفة تفتيشا دقيقا فعثروا على السلاح تحت الوسادة ووجدوا جهاز كمبيوتر وصورا فوتوغرافية لطلقات نارية ومنظارا وطابعة قام الجنود بإيقاظ جميع من في البيت وحبسوهم في غرفة واحدة وفتشوا البيت بدقة ثم قاموا بتقييد الشهيد وعمه وابن عمه وألقوهم في السيارة بقوة وعنف ووحشية وبعد عشرة أيام تقريبا وبالتحديد في مثل هذا اليوم العاشر من فبراير من عام 1991 طرق باب منزل الشهيد جارهم ولما فتح الأهل الباب للجار أخبرهم بوجود جثة ملقاة قرب الباب هرع الأهل إلى الجثة فوجدوها جثة الشهيد عدنان رحمه الله كان مقيد اليدين ومعصوب العينين وأثار الطرقات النارية واضحة على أجزاء متفرقة من جسده الطاهر وأثار التعذيب تكاد تنطق عن وحشية الأوغاد الحاقدين ترجمة نانسي قنقر